الأخ الفاضل بيسأل عن مسألة أنه يعني مرتبه مش بياخده مرة واحدة لكن بياخد المرتب وبيشتغل بالمملكة العربية السعودية وبيقول أن المرتب بتاعه مش بياخده مرة واحدة ولكن المرتب بيتراكم ولما هو بيتراكم بيبتدي شايف أن المرتب تقريبا بالغ النصاب هل عليه زكاة وقد حالت عليه أكتر وقد حال عليه الحول طبعا بيكون عليه زكاة لأنك أنت دادين على مكان انت واثق أنك حتاخد الفلوس بتاعتك يعني ما اسماه الفقهاء بأنه مليء قادر على الدفع لكن هو لأسباب معينة بيأبض المرتبات مثلا مش بيأبضها كل شهر بيأبض مثلا كل سنة أو كل فترة زي ما حضرتك باعت طالما هذا المال بالغ النصاب هو بنفسه أو بضميمة هذا المال لمال عند حضرتك حتى لو أنا ما استلمتوش لكن أنا عارف متأكد أن أنا حاخده أن أنا كل سنة أطلع زكاة هذا المال يا أخي الفاضل أخرج زكاة المال عن راتبي إن كان هذا الراتب بمجموعه كده بلغ النصاب أو بضميمته إلى ما أملك يمكن عندي أجزاء تانية في البنك وهذا المال بجمع اللي اتنين وفي المعاد اللي بطلع فيه الزكاة كل سنة اللي المبلغ بقى بالغ النصاب وحال عليه الحول يبقى أنا بطلع يا أخي الفاضل زكاة هذه الرواتب المتراكمة اللي مر عليها حول أو أكتر زي ما حضرتك أشرت في السؤال